موسيقى عشرات الجمعيات الاستيطانية في القدس تتسابق لتهويد المدينة وتشريد المقدسيين عبر ضخ ملايين الشواقل لتحقيق أهدافها لعل أشرسها جمعية العاد الاستيطانية التي تعتبر من أغنى الجمعيات غير الحكومية في إسرائيل وتعني بالعربية نحو مدينة داود جاءت هذه التسمية لادعائهم بأن القدس هي مدينة النبي داود عليه السلام تأسست الجمعية في أيلول عام 1986 على يد المستوطن ديفيد باري الذي حصل قبل عاما على جائسة الإنجاز لمساهمته المميزة للمجتمع الإسرائيلي من أبرز أهداف الجمعية تعزيز العلاقة اليهودية في القدس حيث تعمل على تحقيق أهدافها من خلال الاستيلاء على العقارات والبيوت في القدس عبر التحايل القانوني ثم تنقل ملكيتها للمستوطنين من خلال السيطرة على مواقع أثرية لتزييف التاريخ ترتكز نشاطاتها في بلدة سلوان الخاصرة الجنوبية للمسجد الأخصى المبارك ففي ذلك الحي تدور معظم رواياتها المزعومة وبطرق ملتوية استطاعت الاستيلاء على عشرات البيوت والمواقع الأثرية أهمها ما تسمى مدينة داود عير دافيد ومنطقة القصور الأموية الملاصقة للمسجد الأخصى المبارك وعلى ساحة وادي حلوة التي تجري فيها حفريات أثرية تستغل إلعاد هذه المواقع لاستقطاب السياح والترويج للرواية اليهودية كما وتنشط في تمويل الحفريات الإسرائيلية في البلدة القديمة وسلوان يعتبر البعض جمعية إلعاد وجها غير حكومي لتنفيذ السياسات الرسمية الإسرائيلية وإشار بأنها تتلقى تمويلها من الشركات اليهودية من خارج إسرائيل كما تضخ الحكومات الإسرائيلية ملايين الشواقل لدعمها لتحقيق أهدافها متقاضية عن تجاوزات قانونية تقوم بها الجمعية جمعية إلعاد هي واحدة من عشرات الجمعيات الاستيطانية التي تضخ ملايين الشواقل لتهويد العاصمة وتمسي معالمها العربية والإسلامية وجعل هذه غالبية يهودية وتستعملها حكومة الاحتلال كأداة لتحقيق أهدافها الاستعمارية لبرنامج صباح الخير يا قدس دينا دعنا القدس المحتلة